من القدس ينضم إلينا مراسل العربي أحمد دروشي أهلا بك معنا أحمد هناك بعض التناقضات في التصريحات العسكرية الإسرائيلية في تسريبات نيويورك تايمز يتحدث جنرالات الجيش عن تأييدهم لوقف الحرب بينما نسبع تصريحات رئيس هيئة الأركان يتحدث عن معركة طويلة في رفح ومن ثم نتنياهو يتحدث عن عدم وقف الحرب قبل تحقيق جميع الأهداف حدثنا أكثر عن هذه التناقضات نبدأ من التناقضات في تصريحات داخل الجيش الإسرائيلي رويدة لأن نظرة الإسرائيليين إلى إنهاء الحرب تختلف عن نظرة الفلسطينيين لإنهاء الحرب النظرة الفلسطينية هي انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وأن تعود الأوضاع تقريبا وربما أفضل مما كان عليه الوضع في قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر في السارس من أكتوبر مساء لكن هذا ليس ما تعتقده إسرائيل من وجهة نظر حتى أمنية إسرائيلية داخل الجيش الإسرائيلي فالاحتلال الإسرائيلي سيبقى مسيطرا أمنيا على قطاع غزة حتى بعد انتهاء هذه الحرب ومن هنا يأتي إصرار الوسطاء وإصرار حركة حماس في المفاوضات على توضيح كل هذه المصطلحات ما المقصود بإنهاء الحرب ما المقصود بتهدئة طويلة الأمد هذه الأمور ليست مفهومة ضبنا وهناك تباين في إسرائيل حتى في قراءتها وطبعا هناك من يعتقد في إسرائيل أنه بإمكان إنهاء الحرب الآن وأن يخرج الجيش الإسرائيلي إلى فترة استراحة وربما إلى حرب على الشمال وربما أن يتزود بمزيد من الأسلحة طبعا بعد أن يستعيد أسراه ومحتجزيه من قطاع غزة ثم عندما يشعر أنه قوي أن يعاود شن حرب من جديد على قطاع غزة بعد ذلك الأمر ومن هنا أيضا تأتي مطالب حركة حماس والمفاوضة الفلسطيني بشكل عام بضرورة الحصول على ضمانات دولية بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يجدد حربه على قطاع غزة حتى لا تتحول التهدئة أو وقف إطلاق نار إلى فرصة للاحتلال الإسرائيلي لإعادة جمع قواته ولإعادة التزود بالأسلحة من وجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الحرب لم تحقق أهدافها حتى الآن تحقيق الأهداف وهي واضحة جدا سيستغرق وقتا طويلا جدا بالتالي نتنياهو مستعد لجملة من الأمور التي توصف بأنها أخاديع مثل الإعلان عن تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة أو الإعلان عن أمور مشابهة تهدئة هدنة وما إلى ذلك من أمور لكن لا أن يعلن عن إنهاء الحرب على قطاع غزة وأن ينسح بجيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع وأن تعاوج حركة حماس السيطرة أمنيا وإداريا على قطاع غزة أو أي جهة فلسطينية أخرى ليس فقط حركة حماس تحتلال الإسرائيلي يعارض سيطرة السلطة الفلسطينية يعارض سيطرة أي جهة فلسطينية مستقلة على قطاع غزة بالتالي هناك تباين حتى داخل إسرائيل في قراءة وقف إطلاق النار أو حتى المقترح الإسرائيلي لإنهاء الحرب برغم أنه بالأساس مقترح إسرائيلي شكرا أحمد روشي مراسل العربي من القط شكرا أحمد روشي مراسل العربي من القطاع